كما نعلم لكل جهاز له القدرة على الإرسال والاستقبال عنوين متعددة تختلف في استخداماتها وفقا للسياق الذي تقع فيه فمثلا في عالم الشبكات هناك عنوين للأجهزة مفيدة جدا في تعريفها لدى الأجهزة الأخرى لدينا الفيزيكال أدرس وهو ما يعرف بالماك أدرس هو الذي يأتي ملحقا بهذا الجهاز ومكتوبا على كرت الشبكة عند تصنيعه ولدينا أيضا اللوجيكال أدرس أو ما يعرف بالآي بي أدرس الذي هو عبارة عن عنوان خاص يتم إعطاؤه للجهاز في حال التحاقه بشبكة المعينة كيف يمكنني معرفة الآي بي والماك أدرس الخاصين بجهازه؟ هنا لدينا تطبيق عملي على ذلك فأنا الآن أعمل على جهاز جالكسي اسكس ومن خلال الخطوات المعينة سوف نتعرف عليها بإذن الله سنتمكن من التعرف على الماك والآخر نضغط على التطبيقات وبعدها نختار الضبط ثم نبحث عن معلومات الجهاز ونضغط عليها هنا سوف نختار حول الجهاز بعد ذلك نضغط على الحالة ونلاحظ هنا أنه قد ظهر لدينا عنوان IP وعنوان ماك وحاليا جهازي غير متصلم بأي شبكة لذا نلاحظ أن عنوان الاي بي قد كتب عنده غير متوفر أما عنوان الماك وهو مكتوب ثابت لا يتغير إذ هو يأتي مصاحبا للجهاز وقت تصنيعه سنقوم الآن بتشغيل الواي فاي سأقوم بالاتصال بالراوتر الموجود في منزلي للاتصال بشبكة الانترنت وبعدها سنلاحظ أن عنوان الاي بي سوف يتغير وهنا فعلا قد تغير عنوان الاي بي وظهر العنوان الخاص بجهازي في شبكة الواي فاي سنقوم بتجربة أخرى سأقوم بإيقاف الواي فاي وتشغيل بيانات الهاتف لذي تصال بشبكة الانترنت إذا شبكة أخرى أتصل من خلالها بالانترنت إذ أن قمت بإيقاف الواي فاي سأبحث عن بيانات الهاتف وسأقوم بالضغط عليها سنلاحظ الآن أن عنوان الاي بي قد تغير فعلا لأنني غيرت الشبكة المتصل بها جهازي حاليا مع عنوان الماك بقي ثابتا طوال الوقت ولم تؤثر عليه هذه التغيرات لأن مهما كانت الشبكة التي ارتبطت بها عنوان الماك يبقى ثابتا لأنه كما ذكرنا لا يتعلق بالشبكة بحد ذاتها وإنما يتعلق بكرت الشبكة والعنوان المصاحب له وقت تصنيع الجهاز أرجو أن هذا الدرس كان مفيدا وفقكم الله ورعاكم ترجمة نانسي قنقر